السلام عليكم كتير بنسمع عن خبر واحد زلزال بقوت 7 و 8 رختر في الاونة الاخيرة حصل زلزال في تركيا وسوريا من كام يوم وادى العدد ضحايا كبيرة ولكن قبل ما نعرف اللي هيحصل لو حصل زلزال بقوت 10 رختر محتاجين نعرف قياس رختر والقياس ده بيستخدم في قياس الزلازل والهزات الارضية وبيستخدم رختر في قياس الزلازل بقوت 4 و 5 درجات بالكتير لكن اما الزلازل الكبيرة بيعتمد عليها بقياس اسمه قياس العز وهو مقياس تم اختراعه سنة 1977 على ايد اثنين من العلماء الزلازل ايرو كانموري وتوماس هانكس ومقياس العزمي بيكون ادق من مقياس رختر ولكن السؤال ايه اللي هيحصل للارض لو ضربها زلزال بقوت 10 رختر قبل ما نجواب على السؤال اللي هيحصل لو ضرب الارض زلزال بقوت 10 رختر فطبقا للحسابات الرياضية اللي بتقوم على هندسة وابعاد الكرة الارضية وحجم الصفاء هكتكتونية فزلزال بقوت 10 رختر مفيش اي فرصة انه يحصل الا في مكان واحد بس على الارض وهو مكان بيعرف بالاندساس في المحيط الهادي واللي بتنتشر فيه حلقة النار المنطقة دي بيحصل فيها 90% من الزلازل في العالم كله وبيحصل فيها 100% من الهزات الكبيرة اللي بتعد 8.5 درجة وبيرجع لطبيعة الصفاء التكتونية وحجمها في المنطقة دي وان الدرجة الواحدة المقدرة من الزلازل بترفع من قوته ل32 دعف يعني زلزال قوته 7 درجات اقوى ب32 مرة من زلزال قوته 6 درجات ما بقى لك لو وصلنا لعشر درجات فما حدش يستغرب من فرق قوت اي زلزال عن التاني حتى لو درجة واحدة وتم تسجيل اقوى زلزال مسجل في التاريخ وهو زلزال فالديفيا في تشيلي واللي بلغت قوته 9.5 درجة وما تبصش لفرق نص درجة بص الفرق 16 رضع في الزلزال ده كان هيحصل لو كان وصل لعشر درجات بمقياس العز في اول لحظات من الزلزال هتنتو اكتاقة في منطقة الاندساس هتعادل اكتاقة اللي بتخرج من مليون كومبيلة نووية بعد تفجيرهم في حجم كومبيلة تورشيما لو افترضنا ان مركز الزلزال كان في المحيط الهادي على عمق معين وبعد 200 كم من اقرب مدينة القوة هتكون خفت شوية لما توصل لها لكنها مش هتكون خفت لدرجة ان المدينة تفضل موجودة فيش مدينة في العالم حتى لو كل مبانيها مضادة للزلازل عندها القدرة انها توقف في وش الزلزال ده كل المباني والطرق وكل حاجة موجودة هتنهار مع اللحظات الاولى من الزلزال نهايك عن الحراية والصواعك بعد مرور 30 ثانية لدقيقة من بداية الزلزال هتكون التأثيرات الاهتزازات طالة اماكن ومدن بعيدة جدا عن المدن اللي حصل فيها الزلزال والتأثيرات دي هتولد زلازل جديدة وبراكين جديدة بعيدة عن مركز الزلزال الاصل وعلى حسب البنية التحتية للدول اللي هتحصل فيها الهزاز دي فوارد بعض الدول دي تقابل نفس مصير الدولة اللي حصل فيها الزلزال ولكن بصفة عامة وتبقى للهزابات فما فيش متر واحد على الارض مش هتأثر بالاهتزاز ده والعلماء بيقولون ان اضعف هزة ارضية تم تسجيلها بعيدة عن المركز هتكون في حدود 3.5 درجة لكن تأثيرها يكون ضئيل جدا لدرجة ان بعض الناس مش هتحس بيها لكن المشكلة مش هتكون في الهزازات في خلال الساعات الاولى المشكلة هتكون في موجات تسونامي عملاقة هتهاجم لكل المدن السهلية اللي جنب مركز الزلزال ومش مستبعد ان بعد ساعات تكون تسونامي وصلت لجميع المواني الموجودة على المحيط الهادي واكيد هتعمل خسار بالمليارات في العالم كله لانها هتوقف حركة التجارة العالمية واخيرا كل الكلام اللي كان موجود في الفيديو ده كان كلام نظري ولكن بالحسابات والارقام الحقيقية مفيش فرصة انه يحصل زلزال اقوى من زلزال بقوة 9.8 درجة وده لان حجم الالواحة التكتونية ما يعديش لحدوث الزلزال بالحجم ده معده حالة واحدة بس وهي استضام جسم فضائي خارجي بكوكب الارض يعمل تصدقات اقوى من اللي تقدر علي الواحة التكتونية بس كده لو عجبك الفيديو نزال اعمل لايك